وينضم إلينا في الاستوديو العميد إلياس فرحات الخبير والاستراتيجي سيارة العميد لو أردنا أن نجري تقييماً وتحليلاً للوضع الميداني حالياً على جبهة الجنوب اللبناني مع الشمال الإسرائيلي الوضع الميداني حالياً هو هناك قرار إسرائيلي حاسم عند إسرائيل وبإحداث خرق داخل الحدود اللبنانية واحتلال الشريط يقال 3 كم 5 كم على طول الحدود وبعد احتلال هذا الشريط فرض شروط سياسية للانسحاب من هذا الشريط وبدأ المفاوضات السياسية وربما استصدار قرار جديد مجلس الأمن يبنى على الانسحاب منه شروط سياسية كثيرة على لبنان هنا في هذه المنطقة عند أسفل نهر الليطاني نعم هنا منطقة تحدث عن الشبكات الدائرة حالياً هناك منطقة عيت الشعب هذه المنطقة هي بلدة لبنانية تعرضت إلى أكثر من 30 غارة أكثر من 30 غارة خلال اليومين الماضيين والآن تتعرض لغارات طيران أيضاً ولمحاولات اقتحام من قبل القوات الإسرائيلية بالأمس كانت المعارك في بلدة رامية شنت إسرائيل ست هجمات على هذه البلدة اليوم ما يلفط النظر هو تغير المحاور والتركيز الإسرائيلي على منطقة رب 30 في القطاع الشرقي رب 30 تسللت القوات الإسرائيلية في وادي يعني هناك حسن هنا المنطقة مرتفعة نحو 700-800 متر بينما تحت 400 متر وعلى الساحل صفر تسللت قوة إسرائيلية في الوادي من وادي مركبة إلى رب 30 وحالياً تشتبك مع قوات من حزب الله وهذا الاشتباك هو مهم جداً لأن ملامح الخطة الإسرائيلية هي التقدم من رب 30 إلى الطيبة ومن الطيبة إلى علمان وبعد علمان الوصول إلى نهر الليطاني هذه الخطة أو هذا المحور سلكته القوات الإسرائيلية في اجتياح لبنان عام 1982 لكن في ذلك الوقت كانت الظروف مختلفة عن الآن هناك كانت المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية تنتشر واتخذ قرار بالانسحاب ما عدا بعض الذين رفضوا تنفيذ القرار في مناطق سور وغيرها هذه المنطقة التي تقدمت منها إسرائيل من الطيبة إلى دير السريان وهي منطقة بين الطيبة وعلمان إلى الأول لم يكن فيها أي مقاومة تذكر وكانت الآليات تسير بشكل عادي الإسرائيلية وعبرت نهر الليطاني ويعني التجهب باتجاه النبطية هذا يعني هذا النبطية هنا الكلمة هنا للمحافظة وليس للمدينة هذه الكلمة حتى يلتبس على المشاهد الكريم هذه حدود المحافظة النبطية في أعلى من الشمال ظن المخطط العسكري الإسرائيلي أنه ربما يفاجئ حزب الله بسلوك هذا المحور الذي سلكت القوات الإسرائيلية عام 82 بعدما تعثر عليه الدخول إلى عديسي خلال خمسة أيام الأولى كانت الدخول إلى عديسي هو الهدف الإسرائيلي الأول من أجل من عديسي إلى الطيبي إلى علمان إلى نهر الليطاني حسن صورة على نهر الليطاني القوات الإسرائيلية تكفي لعلان نصر وهذا ما يسع إليه الإسرائيليون بأسرع وقت ممكن لكن في عديسي كان هناك مقاومة عنيفة من حزب الله وبعد أكثر من عشر هجمات لم تستطع القوات الإسرائيلية خرق الدفاعات لحزب الله أنا هنا أشير إلى أن دفاعات حزب الله مضى عليها عقود من الزمن من بناء المراكز الرمي ومخازن الصواريخ والمراكز البديلي واتصالات حقلية وسلكية وجميع لذلك المقاتلون في حزب الله يتحركون وهم مرتاحون لديهم ميزة هنا في هذه المنطقة تعديد لديهم ميزة في هذه المنطقة عسكرية طبعا يعني وهناك أيضا خطط عمليات لمواجهة احتمال الخرق الإسرائيلي طبعا الإسرائيليين يعرفون هذه المعلومات لكنهم قالوا أنه بعد اغتيال القيادات العسكرية الكبيرة في حزب الله واغتيال الأمين عام حزب الله تكون الروح المعنوية قد ضعضعت وتكون القيادة والسيطرة أيضا قد انهارت وحتى أن بعض الكتاب والقيادات قالوا أن عناصر حزب الله تركوا مراكزهم وذهبوا إلى بيوتهم لكن الأمر لم يكن على هذا الشكل إنما كانوا لا يزلون في مراكزهم وباتوا لليوم الرابع عشر يقاتلون ويمنعون أي خرق إسرائيلي على طول الجبهة رغم استغلال القوات الإسرائيلية المواقع قوات الدولية والاختباء وراءها في منطقة اللبوني وفي منطقة النقورة وفي منطقة بمارون الراس إلا أن ذلك لم يؤمن لها الخرق المطلوب 30 كيلومتري يعني أنا أرجح أن تبقى المعارك لفترة طويلة لأن لا يمكن لإسرائيل أن توقف وقف طلاق النار أو تقبل بوقف طلاق النار من دون أن تحقق أي تقدم مكاسب على الأرض طيب لماذا تختار إسرائيل لابتعاد عن المناطق السهلية المنبسطة التي ربما تكون أسهل لقواتها البرية في الدخول وتذهب إلى المناطق الجبلية على ارتفاع 700 متر مثلا حسن هي بدأت القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية لإحداث خرق يعني مفاجئ لكنها خلال خمسة أيام من القتال في هذه المناطق يعني لم تحقق أي نتيجة انتقلت بعضها إلى الغربية وتحديدا في منطقة اللبوني والنقورة وعرب العرامشي وهذه المناطق حيث بقيت خمسة أيام وهنا هناك أمكانية لتقدم الدبابات تقدمت آليات إسرائيلية على المحور الساحلي وتسدت لها المضادات للدروع من حزب الله واحترقت إحدى الدبابات وجرت أربع محاولات من أجل إنقاذ العسكريين داخل الدبابة المحترقة عندما أدى ذلك إلى الاستضامة بالقوات الدولية وتدمير بالدوزر لبعض المراكز القوات الدولية في منطقة اللبوني انتقلت إسرائيل إلى الجبهة الشرقية وفي يومين الماضيين كان قتال بين الشرقية والوسط في مرون الراس والغربية في اللبوني وعيد الشعب اليوم نراها تركز على هذا المحور تسللت في الهديان إلى رب 30 ومن هناك تحاول تسيطر على رب 30 والاتجاه نحو الطيبة وعلمان والأول والنهر الليطاني كما ذكرنا شكرا جزيلا لأكسة العميدة لأسفرحات الخميدة شكرا جزيلا لأسفرحات الخميدة ترجمة نانسي قنقر